عملية واسعة النطاق هي بالفعل كذلك لأن جبهة القتال توسعت عدة مئات من الكيلومترات شمال، شرق وجنوب أوكرانيا لنفهم معاً انتشار المعارك على الأرض في أوكرانيا من خلال هذه الخرائط وتحديداً ثلاث خرائط البداية من الشمال ولنبدأ بشكل أساسي من العاصمة الأوكرانية كييف بحسب تقديرات أمريكية، الجيش الروسي هو موجود الآن على بعد 15 كيلومتراً من قلب هذه العاصمة كما أن القوات الروسية تقدمت بالقرب من مطار غوستوميل بنحو 5 كيلومترات وتتمركز هناك المدرعات الروسية من الجهة الغربية للعاصمة الأوكرانية ومن الجهة الجنوبية لهذه العاصمة وتحديداً نتحدث بالمناطق عن إيربين وغوستوميل وموشون وبوتشا أنباء أيضاً عن سيطرة روسية على مدينة بوتشا بعد قصف مركز عليها خلال الساعات الماضية أما شرق كييف وتحديداً في منطقة بروفاري تمت قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية وعلى ما يبدو أن المعركة من أجل كييف ستكون طويلة وتحتاج روسيا لسيطرة على منطقة دائرية حول العاصمة يبلغ طولها تقريباً 150 كيلومتراً نذهب من كييف إلى شرق البلاد حيث تواصل القوات الروسية تطويق خار كييف ولم تتوقف المعارك في هذه المدينة التي تعتبر ثاني أكبر المدن في أوكرانيا يستمر القتال في البلدة والقرى الوقعة في محيط هذه المدينة إذا ما انتقلنا بالشرح إذا كنا شرحنا هذا الموضوع عن كييف ونذهب من كييف إذن إلى خار كيف نتحدث إذن عن الجنوب كذلك باتجاه زيوم وبالشمال باتجاه سومي إذا ما إذن انتقلنا بالصور وبالنقاط على الخارطة وشرقاً باتجاه الحدود الروسية تركز القصف أيضاً داخل مدينة خار كيف وتقدمت الجبهة الشرقية شمالاً وبسرعة كبيرة باختراق ما وراء كونوتوب الهدف الحقيقي لهذه العملية في هذا الاتجاه هو أيضاً التقدم نحو العاصمة الأوكرانية إذن على الجبهة الجنوبية الآن يسيطر الروس على مدينة خيرسون بشكل أساسي بعد معارك داريا جرت هناك تحديداً عند مصاب نهر الدنيفر الموجود والذي يقطع روسيا وهي مدينة استراتيجية لأنها تزود شبه جزيرة القرم جنوبها بالمياه كما حاصر الروس تقريباً مدينة ميكولاييف وهي موجودة إلى جانب خيرسون من الجهة الغربية أو الشمال الغربي ودار هناك قتال عنيف تتقدم المدرعات والدبابات الروسية نحو ميكولاييف ومن ثم العبور إلى أودسا المدينة الأساسية من ناحية المرافق والتجارة لدخولها من الجهات الشرقية وكذلك أيضاً من الشمال الشرقي زيادة على القصف من جهة الجنوب من البحر الأسود كذلك باتجاه هذه المناطق نلاحظ أن هناك اختراق آخر من نحو الشمال من ميكولاييف في اتجاه محطة طاقة نووية أخرى ليس فقط زاباروجيا نتحدث عن محطة كونستانتينوكفا وهي تقع في منطقة بوجوكريانسك أما ماريوبل وهي المنطقة التي تعرضت لقصف عنيف ولوضع إنساني صعب الاقتتال فيها مازال متواصلاً في ظل حديث عن سيطرة القوات الروسية على أحياء جديدة داخل هذه المدينة